السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيك يا حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حياة النهاردة معايا فيديو جديد وخبر جديد وزي ما متعودين هنصلى على الحبيب الله مصلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله الخبر اللي معنا النهاردة هو حزن شديد يا سود الوسط الفني بعد الوفاة ورحيل السيناريستي الكبير مصطفى محرم الجنازة بتاعته ان شاء الله بإذن الله هتكون النهاردة من السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه وده عن كاتب الرواقع رحل عن عالمنا منذ قليل الكاتب الكبير مصطفى محرم بعد أزمة صحية مفاجأة تعرض إليها ونقل على أسرها إلى المستشفى وتعرض لأزمة قلبية حده وفاته المنية طبعا مصطفى محرم واحد من أهم الكتاب في مصر له كثير من الأعمال الدرامية والسينمائية استطاع أن يترك لنفسه بصمة كبيرة في قلوب كل متابعين على الشاشة من أشهر أعمال الفنية التي قدمها لن أعيش في جلباب أبي وعائلة الحج متولي والبطنية وزهرة وأزواجها الخمسة والعطار والسبع بنات ومشوار امرأة وراية وسكينة والراقصة والطبال والهروب ورد قلبي ووكالة البلح وخلف وراه مجموعة كبيرة جدا من المسلسلات والأعمال الدرامية الجميلة جدا طبعا ربنا يرحمه ويجعل مسواه الجنة كان شخصية محترمة جدا وكاتب جميل ومبدع طبعا طلعت الفنانة الكبيرة عبلة كامل ربنا يشفيها يا رب ويعافيها لأن هي كمان بتعاني من أزمة صحية ربنا يشفيها وترجع لنا بألف سلامة طلعت على الصفحة الرسمية بتاعتها وقالت ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه وكتبت رحل عن عالمنا الأب الروحي وصاحب أول عمل لي وأول بطولة لي ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مسواه الجنة ويصبر أهله على فراؤه وكانت تقصد بأول عمل ليها وصاحب أول بطولة ليها مسلسل لن أعيش في جلباب أبي لأن ده كان أول مسلسل لعابلة كامل تكون بطلة فيه فربنا يرحمه ويغفر له وكان الكاتب اللي كتبه مصطفى محرم كمان طلعت نبيل عبيد وكتبت على صفحتها الرئيسية رحل صديق ضربي ورفيق عمري وصديقي الغالي مصطفى محرم وأنا سأفتقدك كثيرا الفترة القادمة أعملك العظيمة وتفكيرك الرائع وأفكارك المنيرة ربنا يرحمك ويصبر أهلك ربنا يغفر لك ويسامحك طبعا فنان كبير وزكويمة عالية ربنا يغفر له ويسامحه ويجعل مسواه الجنة الدفنة بتاعته النهاردة هتكون من مسجد السيدة النفيسة بعد صلاة الظهر ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه مصطفى محرم واحد من أهم الكتاب في مصر طبعا أنا بدعيله أن ربنا يغفر له وبطلب من كل متابعيني أن هما يدعوله ربنا يسامحه ويغفر له لو وصلتوا معي لحد هنا ياريت ما تنسوش تحطولي لايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان أقدر وفيكم بكل الأخبار ويوصلك كل جديد هتوحشوني لحد ما شوفكم في فيديو جديد وخبر جديد أترككم في رعاية الله وأمانه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة اشتركوا في القناة